رغم أن محافظة ديالة توصف أنها عشائرية وصطوة الرجل فيها واضحة المعالم لكن للمرشحات رأي آخر يختلف تماما فالمشاركة النسوية هذه المرة ليست كسابقاتها ودخول المرأة في المعترك السياسي لإثبات الوجود وتأكيد الجدارة وصنع القرار وليس لتكملة العدد في قوائم المرشحين أعتقد أن المرأة هذه المرة قادرة أن تحصد الأصوات لأن المرأة تعرفها أكثر من نصف المجتمع والآن المرأة تعمل أكثر من الرجل لذلك أنا متأكدة أنه سيكون التصويت للمرأة لا يخفى على الجميع أن مجتمعنا هو مجتمع عشائري يقضع إلى تقاليد وعراف عشائرية ولكن هناك توجه من قبل الشباب والرجال والنساء على العناصر النسوية وليس فقط الرجالية مرشحات ديالا يأملن بالخلاص من صدوة المرشحين على المقاعد البرلمانية فحصة الأسد للنساء هذه المرة أما مصدر قوتهم هي تجربة السنوات الماضية والنجاح بمختلف الإختصاصات هذا دليل على أنها ليست تكملة عدد بل بالعكس كانت هناك نسبة عالية من النساء هي كانت منافسة ومنافسة شديدة واليوم أيضا حتى هذا التنافس بدأ يتحول إلى هجوم من الرجال لأن أصبح الرجال يتخوف من مرشحة إمرأة لها إمكانية ولها قابلية على أنها تتنافس معه كأصوات وتحصد نفس الأصوات إذا وربما تكون أعلى من أصوات الرجال حتى أن لم تكن الأصوات والأرقام التي تحصل عليها النساء المرشحات بعدات كبيرة مقارنة بالمرشحين الذكور إلا أن وجودها وبقوة يمثل نقاط مضيئة ورغم تفائل المرشحات وما يملكنا من قوة ودعم إلا أن بعض المراقبين شكك في إمكانية حصول المرشحات على مقاعد كثيرة نعم مستمعنا طبيعة ثقافة المستمع هي ثقافة ذكورية إلا فيما ندر كما أسلفت يعني الأحزاب ذات التوجهات المدنية تقدر دور المرأة لكن في الغالب الأعام الأحزاب الإسلامية الجمهور العراقي ينظر لدور المرأة على أنه دور مكمل أو دور ثانوي مجتمع ذكوري ومحافظة توصف بالعشائرية حتى الآن بحسب مثقفين لكن مرشحات ديالة يتحدثن بلغة واثقة وملامح الفوز بادية على وجه العديدات أما مصادر القوة فكثيرة لا تعد ولا تحصى من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالة هذا العم بجيب الحرة